الفقرة التانية برنامجنا النهاردة هي احتفال برنامج سحياتك سروتك مع العيد وقررنا ان احنا زي ما اتفاقنا ان دايما برنامج سحياتك سروتك بيتفاعل دايما مع الحدث واحنا خلاص قررنا على عيد الاضحة المبارك فقررنا احنا نعمل النهاردة فقرة جديدة بالنسبة لنا ان احنا نتكلم عن اختيار الاضحية وليه طعم اللحمة بيختلف من ماشاية الماشاية تانية وشكا كده احنا حبينا نجيب حد متخصص فطبعا بالتأكيد لازم نجيب حد متخصص في هذا المجال عشان كده يخليونا نراحب بضيف دهكم طبيب بطر الدكتور سعيد برهيم دكتور سعيد صباحة الفول عليك وقال صلاة طيب وحضرت كريبة وصحب السلامة والسادة المشاهدين بخير يا رب دكتور سعيد في التايتل بتاع ذلك صاحب ومدير شركة ايجي جرين صحي كده؟ تمام عايزين نعرف بس الاول شركة ايجي جرين ايه مجالاتها؟ شركة ايجي جرين من الشركات المتعددة لانشطة احنا عند شركة بتمتج وتوزع الادواء البيطرية والادواء البشرية والمكملات الغذائية وكمان مستحضرات التجميل ايه شركة جديدة في السوق؟ اه بالضبط لسا جديدة في السوق لسا وليد ايه تمام بتايدوا تقول مجالاتكو ايه بقى اللي تشتغلوا فيها؟ احنا ابتدينا بالمجال انتاج توزيع الادواء البيطرية تمام ودي في الحقيقة يعني اعتبار تخصصي انا في الاول يعني فابتدي نبدأ فيها لكن ان شاء الله احنا ماشيين في تسجيلات الادواء البشرية ومكملات الغذائية ومستحضرات التجميل خليني بقى استغلك النهاردة بأنك طبيب بطري تمام واحنا ندخلين على ايد ومعروف دائما ان الطب البطري دائما هو صاحب الاضحيات وصاحب كل ما اليومين بتاعهم يعني اه بالضبط اللي عليك بص بتواجهنا مشكلة ان احنا ما بنعرفش نختار الاضحيات تمام عايزين استغلت خبرتك ومجال تخصصك في كيفية اختيار الاضحية وهنا اختيار الاضحية انا هتكلم فيها من شقين الاضحية ازاي تبقى سليمة وازاي اختار اضحية تدي لحمة كويسة تمام تمام اه اولا كل سنة ومصر وشعبها العظيم بخير وسلامة كل سنة ويا ربنا يا ربي احفظ مصر وشعبها مصر وكل سنة والامة الاسلامية والامة العربية بخير ان شاء الله موضوع الاضحية ده من المواضيع الجميلة جدا واللزيزة جدا والمواقف كتيرة جدا بتحصل فيها سو كانت طريفة او غير طريفة ايه بس تعالى نقول الاول احنا بنعمل الاضحية ليه احنا بنختار الاضحية او بنضحي علشان خطر نطبق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فاول حاجة زي ما النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه هو ضحب كبشين املحين اقرانين لو حدقك خدت بالك من الجملة او من الحديث انهما كبشين املحين املحين حلوين تمام حلوين اقرانين يعني يعني علامات الصحة بين عليهم تمام فلو جينا بقى خدنا الكلام ده على المقياس الاضحية بقى بصفة عامة وطبقنا كلام على الاضحية هنقول ان اول حاجة في الاضحية لازم تختار السن بتاعك لان انت مش بتضحي اي حاجة مش بيجيب اي اضحية وبتتبعها لازم سن معي اللي هو معروف عند كل الناس طبعا يعني بالنسبة للغنم والمعيز بيبقى ست شهور بالنسبة للحيوانات العجول بيبقى سنتين بالنسبة للجمال بيبقى خمس سنين طب دي انا بعرفها ازاي انا لو متخصص او عندي خبرة بالنسبة للعجول بيبقى كاسر جوز بيسمعها دكتور علاءة كاسر جوز يعني ايه بقى كاسر جوز كاسر جوز يعني بدل جوز من السنان اللبانية بقت اسنان مستديمة ودي سهل لنقاء تتعرف اه بيفتح البق الحيوان وبيطلع الليسان بس دي عاوزة حد يكون عنده متخصص في الموضوع ده طب لو ما عندوش متخصص طبعا وبالنسبة للغام صغير ست شهور والجمال خمس سنين طب لو هو ما عندوش خبرة بيسر الراجل اللي بيبقى له والعهد على الراوي زي ما بيقولوا والرجل هو بيبقى نوع من الامانة لان دي حاجة سنة مش لا يبتغي بها شيء غير تطبيق السنة دي اول حاجة نتأكد منها موضوع سن الاضحية طب تتأكد ازاي ان الاضحية بتاحتك اضحية كويسة وان انت يعني تشتري حاجة كويسة ليه طب يعني لان تخيروا اضحيكم يعني فانها مطياكم على الصراط يوم القيام فلازم تكتهد في الحتة دي ما تجيبش ايه حاجة يعني بدء زي بدء ان لو عينك رحت للاضحية يعني رحت لها يعني الاضحية شدتك عجبتك من اول نظرة زي ما بقول كان حب من اول نظرة زي ما بيته فده بيخلي بداية كده ان الحاجة دي هتبقى كويسة اللي هو الانطبعات القولة تدول الانطبع الاول بالضبط طيب اول حاجة بتبص للاضحية على الشكل العنب تحت نعم بنتكلم بقى صحية كانت خرفان او بنتكلم بقى صحية كانت خرفان بالضبط يعني بنتكلم بس هو غالبا الخرفان فيش مشكلة فيها قوي لكن بتكلم على العجول تحديدا اللي هي بتبقى معظم الناس قولين من الناس وتعجبك وتاخد معها صورة سيلفي تمام خلاص عجباتك لازم تصور معك طبعا طبعا اكيد يا رئيس اول حاجة انت بتبصيلها للشكل العنب تحت الاضحية تمام الشكل العنب تحت الاضحية لازم مايبقاش فيه ضلوع بارزة ضلوع بارزة اه تمام ايه يعني ضلوع بارزة الضلوع البرزة في الحيوان ده او في الاضحية معناها ان الحيوان ده مش مربي لحم كويس نحيف اه نحيف العمود الفقري اه سلسلة الظهر لازم ما تبقاش ظهرة يعني ما تبقاش باينة قدامك معناها ان اللحم اللي بين الفقرات لا ده مليان كويس ودي تبقى اعتقد بالنظر او برضو بين الدلوع الول انتر كوستال مصل اه او العضلات بين الدلوع بتبقى بتبقى مليانة لحم تمام الحاجة التانية الكفلين بتقول الحيوان منور الكفلين اللي هو المنطقة الارداف منورة بتاع الحيوان لازم بتبقى مليانة اللحم تبقى باينة حيلو اول دي اول حاجة انت بتبص لها ودي سهل كل الناس ودي سهل انا على فكرة كل الكلام اللي هيتقال اي حد عادي يقدر يلاحظه بسهولة جدا تمام دي اول حاجة قلنا موضوع الدلوع نمر اتنين الجلد بتاع الحيوان وانت بتبص على الاضحية لازم الجلد يبقى سليم معلوش النوع من الحشرات الشعر بتاعه كله متواجد ما في الشعر طائر لان ده كل ده بيدل على في وجود امراض او طفيليات خارجية او داخلية عند الحيوان الحاجة التانية وديك المهمة ان الجلد لازم يبقى فيه خلي بالك من الحد دي لمعة الجلد بيجي لمعة الجلد والشعر يبقى فيهم لمعة تلاقيه كده من نظر تلاقيه العادية بتلاقيه فيه لمعة في الجلد او في العين فده بيدل ان الحيوان ده في انهيلسي كونديشن او انه حالته الصحية كويسة حالة كويسة طيب انا الميزة الكويسة في الحيوان انه بيأكل او كان بيأكل طيب انت تعرف ازاي بيقولك الكرش بتاع الحيوان لازم يبقى ملياية طيب هعرف ازاي الكرش مليا انا برضو مش متخصص بطن الحيوان كبيرة من تحت فين الكرش ومش فين الكرش هقول لحضرتك بص على الناحية الشمال في الحيوان الناحية الشمال في بطن الحيوان في منطقة مسلسية الشكل على شكل مسلس المنطقة اللي على شكل مسلس دي بسموها جوعة الحيوان تمام كلام يعني ايه معروف عند الكل الشمال في البطن تحت تلاقي منطقة مسلس لو شفت المسلس بوضوح يبقى الحيوان ده ما يباكلش لان في حالة ان الحيوان بيأكل المسلس ده تماما بيبقى مليان وبالتالي ما بيبقاش واضح لكن لو كان واضح بوضوح يبقى في حالة ايماسيوشن او ان الحيوان ده خاسس او ان الحيوان ده ما بيأكلش ودي برضو حالة مش كويسة نيجي نبص على الحاجة تانية في الحيوان كل دي حاجات ظاهرية بتبص على خرطوم الحيوان ايه بقى خرطوم الحيوان ده خرطوم الحيوان ده عبارة عن المناخير بتاع الحيوان فمناخير الحيوان بتقرف من حاجة دي لو كانت المناخير دي منادية يعني منادية دكتور علاء يعني فيها زي نقط مية خفيفة كده ده معناه ان الحيوان بيتنفس بطريقة سليمة وصحة يعني منادية نادة خفيف طب لو كان فيه بقى وافرازات كتيرة نزلة من المناخير وكده لا يبقى الحيوان ده عنده مشكلة وانت وقف جنب الحيوان لو لديت الحيوان بيكح يبقى برضو لا الحيوان ده فيه عنده مشكلة تنفسية تمام يبقى انت كده خد من الكرش ومن الجلد ومن الشكل العام للحيوان وتبص بقى ده على الحيوان وهو وانت وقف جنبه هل الحيوان ده بيشتر ولا لأ يعني بيشتر يعني بيشتر بيشتر يعني من الحيوانات اللي هم اللي دي معروفها أنا اسمها حيوانات مشترة يعني مشترة يعني بعد ما بتأكل وتبلع الأكل بترجع ترجعه تاني في بقها وتمضغه تاني كده فنن؟ بعد ما بتاكل الأكل بتدخله في بطنها في المعدة بتاعتها لأنه اللي هي أربع مادات وبعد كده بتطلع الأكل من المعدة لبقها تاني وتمضغه تاني تعيد مضغه فده بيسموه اجترار لو العملية دي تمت صح يبقى الحيوان ده انهيل سيكون ديشن الحيوان ده كويس مشغيل طيب لو انت واقف جنبه وقليته مش بيشتر لا يبقى ده في عنده مشكلة تحيل طيب بس خلي بالك عشان برضه ناخد بالنا في بقى الحيوانات وخلي بالك اعنا فضلنا دي خلال سعادس بعد الحيوانات بتخاف ان هي تشتر فده ممكن يكون مش حكم كويس بالنسبال الحاجة الأخيرة بتبص على لونه البراز ولو الحيوان بتبرز مثلا هو واقف لازم يبقى دائري ولازم يبقى قوام ومتماسك لون البول اللي هو الأبيض المائل الصفار منتغيرش عن كده وطبعا زي ما قلنا ما فيش قاح دي علامات بسيطة جدا تقدر تلاحصها وانت بتختار الأضحية وكل سنة وانت طيب كل سنة طيب برنامج سحيتك سروتك انا فعلا انا على المستوى الشخصي مبسوط من اللي احنا بنعمله دائما بنعمل حاجة متميزة ودائما بنسبقين بخطوات انا احنا مدار سنين عمري ما شفتش فقرة زي اللي شفتها النهاردة او زي اللي قدمتها النهاردة ان احنا حد يجي متخصص يجي يتكلم في شروط الاضحية السليمة واللي انا متأكد منه ان نصور الكاميرا والده اللي سمعوا في الإيربيس بيقولوا معلومات ممتازة جدا واول مرة نسمحها ومميزة المعلومات بالمناسبة ان ممكن اي حد يشوفها ويطبقها دكتور سعيد انا بشكرك لان انت اضافة لبرنامج سحيتك سروتك بالفقرة بتاعتك ده شرف ايه والفقرة جات فوقتها وهو ده برنامج سحيتك سروتك دايما عايش في الحدث ودايما بيقدم كل ما هو جديد ودايما برنامج سحيتك سروتك مسابق بخطواته وخطوات كترة جدا كل السنة وحضراتكم بخير وسعيدة بنبع عنك وبشكر الدكتور السعيد ابراهيم طبيب بطري وصاحب شركة اي جي جرين وخلينا اقولك خلينا بعكينا بانرات مع عمدك اكتر من حالة اللي احنا عايزين نتكلم الامراض اللي بتصيب الحيوانات وازاي علاجها من خلال شركتك طبعا وعايزين برضو نتكلم بعد كده في ازاي ليه ناس اللحمة ممكن تلاقي لحمة طعمها كويس ولحمة مش طعمها كويس دي قصة كبيرة مش كده احنا هيبقنا بعض سلسلة حاليات ان شاء الله شكرا سعيدة شكرك خلصت الفقرة التانية بتاعتنا النهاردة وهي كانت احتفال برنامج سعادك سلواتك بعيد الأدخل المبارك وكان احتفال احتفال مميز واعتقد احتفال ما فيش برنامج يحتفل هذا الاحتفال اه واحتمال برنامج تحتفل زي ما احنا احتفالنا كالعادة خلينا بقى لاستعدل الفقرة التالتة ازاي نتنفس صح والفقرة دي يعني دم ضيفي جي اختار انا عدت عربي معتوله وخليها زي الهواء قال لي لا خلينا ازاي نشوف نتنفس صح اه نستعدل الفقرة التالتة وخلينا طلع فاصل ونواصل ونشوف بقى قصة الهواء فاصل ونواصل